وهروح على جودر وهبدأ بجودر ليه قبل صد العقارب في تقديري هو الأصعب ويمكن جزء من الصعوبة هو الارتباطات الزهنية بتاعتنا كلنا موسيقى شهرزاد رامسكي كورساكوف فاحنا طول الوقت هنبقى مستنيين هنسمع تنويعات على شهرزاد رامسكي كورساكوف وهنا ده تحدي مزهل هتخدنا بحتة تانية بقى هو طبعاً ألف ليلة وليلة السنة دي مختلف تماماً احنا رايحين في حتة مستوى بجد على مستوى الصورة والإخراج والجرافيكس والتمثيل احنا رايحين في حتة عالمية جداً والله العظيمة بالخ يعني انتوا حتشوفوا ان شاء الله هو النص التاني من رمضان فاحنا رايحين في حتة ما أعتقدش انها حصلت في مصر قبل كده وعلى مستوى الانتاج حتى لا الموضوع حلو جداً شهرار وشهرزاد هي بتاح خص الجودر يعني شهرزاد بتاح خص الجودر فالمين جودر المين يعني قصة الرئيسية جودر الفيم رئيسي بتاعنا هو جودر 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 ده يعني ايه بيروح بقى في رحلة وبيحب يدور على الكنوس الأربعة وبيحارب الجن وبيتخطف ويروح مش عارب فين يعني مش عايز أحرق يعني بس فهي رحلة كده علاء الدين على سندباد على يعني فطبعاً ميوزيكل كانت بالنسبة لي ثلاث مسلسلات في بعض مش مسلسلات ده كده يجي عشرة اه 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 يعني مش عايز أباليا بس ايه بجد كمية أماط موسيقية يعني حاول لحضرتك حاجة حتلاقي في المسلسل حتلاقي موشح مغنيا كارمن سليمان حيض اللي هو الشكل الشرقي القديم الموشح حتلاقي رأسات شبه التركي شوية او يعني استعراضات حتلاقي بقى انا مسلسل مسجل المزيكة كلها في روسيا أوركستر روسي اه فاحنا رحين بقى في حتة بقى كلاسيكال جداً جداً لأن الصورة عظيمة وكبيرة فحتلاقي تنوع موسيقي رهيب وحتلاقي جزء فيه إقاعات مغربي وحاجاته بتاعه عشان بتخطف في روح المغرب يعني ففيه تنوع رهيب وسجلنا السوليستات هنا من مصر هقول لحاجة انا احنا بنسجل أوركستر فانا فيه الشلو مستخدمه كتير وكان أستاذ السلام الخاري بيقول عزين بقى نسجل الشلو بره وحاضر يا أستاذ السلام ونسجل الشلو بره وانا عارف ان احنا عندنا عزفين مصريين رانكت رانكت لا بجد عندنا عزفين رانكت فخليت الرجل البريمو اللي تعالتشلو يعني السوليست الشلو في روسيا يسجل وخليت أستاذ محمود صالح عزف الشلو العظيم المصري يسجل وحطيت الاتنين جانب بعد مفيش مقارنة لا اه والله وكلاسيك احنا مش كبان من الشرق كلاسيك 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 محمود صالح يكسب بمراحل مصر ولا ده برضه اه لا مصر مليانة مزهلة اه اه والله بجد بدموا بالغة يعني فالسوليستات أغلبهم كانوا من هنا إلا الألقات اللي هي مش موجودة هنا مثلا فيه ألقات هندي فيه ألقات ناحية أزربيجان والكلام ده مش مش انا عرف ألقات هندية واحدة ستار اه استفحنا السيتار والسنتور والإرهو عندهم حاجة شبه الربابا كده اسمها إرهو مستخدمها هنا جواه كتير دودوك برضو حتى دودوك مصري فيه جزء عزف مصري و جزء عزف سوري كلارينة مصري يعني يعني أغلبية السوليستات من مصر سجلنا بس الأوركسترة طبعا القاعات التسجين هناك مختلفة و يعني مش عازفين هي كوالث القاعة بالتجهيزات بالمايكين بالكلام اه اه فربنا يكرمنا ان شاء الله بس يعني كان مشروع صعب وبس تقيل حقيقة و إزا أقولك ده مشروع كده غاية في الصعوبة اه تقيل تقيل قوي 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 وصوراً إسلام خاري كمان ما بيفوتش يعني عايز عايز اللي في دماغه بالزبط يعني أنت لما بتشتغل مسلسل كبير ما بتشتغلش يعني مش كل مشهد هتقلف له مزيكة أنت بتقرأ القصة وتشوف الـ selection من المشاهد تعمل ثين أو اتنين أه أه تعمل المشاهد تشتغل عليهم وخلاص وتاخد بقى تعمل variation إسلام تقريباً خلينا نشتغل scoring to picture يعني تقريباً كل مشهد بمزيكته كده إسلام المهلك إسلام المهلك إسلام المهلك